مش مش شي بسيط طيب بسم الله نكمل يا شباب مكان ما توقفنا عند الـ EIGRB توقفنا عند الـ HIDER هنا طبعا واخذنا مع بعض شباب الـ Opcode وكنت لكم أنا في بتاعت الـ Opcode موجود عندي طبعا التفاصيل اللي هي بتكون تبعت الـ EIGRB وتاعت الـ Atonomous System أيضا هؤلاء بيكونوا فيها طبعا في داخل الـ Opcode طيب خلينا نشوف مع بعض الشباب عندي أنا في الـ Fields Found طبعا بتاعت الـ EIGRB فطبعا هنا أنا نفصل لكم إياها تفصيل كامل بتاعت الـ EIGRB ومعطيكم كل وحدة فيها شو بتتكلم يعني أنا عندي الـ Virgin اللي هي الـ Virgin بساة تعمين بتاع الـ EIGRB لأن الـ Virgin طبعا يعني الـ EIGRB في منها أكثر من Virgin الـ Opcode هو اللي بيحتوي على المسيجات طبعا الـ EIGRB مسيج زي تاعت الـ Update والـ Query والـ Reply والHello كل هذه طبعا اللي بيحتويها طبعا من الـ Opcode طبعا اللي عندي هنا يا شباب برضو الأكواد بتاعتها كل مثلا الـ Update بيكون معاها هذا الـ Code بتاعها طبعا أنتم بتقدروا إنكم تشفوها إن شاء الله في الـ ويرشارك ونتطلع عليها بالتفصيل الممل في عندي أيضا الـ TLVS والـ TLVS يا شباب وهذه بصراحة اللي فيها كمية كبيرة صراحة من المعلومات اللي احنا إن شاء الله راح نتعرف عليها الآن بس ندخل عليها طبعا ونشوف طبعا كيف عندي بكتب أنا بس بهمني أنكم تكونوا عارفين إن الخانتين هذولا بيحتووا على الـ Opcode والـ Attenum System هي بتكون موجودة عندي في الـ EIGRB بكت هدر طيب خلينا نشوف بيضو عندي يا شباب الـ Checksum اللي هي بتعمل الـ Expectated IP هدر تمام هذه خانة الـ Checksum وفي عندي أيضا الـ Flags وفي عندي السيك يعني بتاعت اللي هي بتاعت الـ RTB يعني تستخدم بروتوكول الـ RTB في عملية الـ EIGRB في عملية التبادل ما بين الروترات طبعاً تعرفين إلى البكت تتبادل من خلال بروتوكول الـ RTB وفي عندي أيضاً الـ Attenum Systems آآ Attenum System Number اللي هي بتاعت يعني آآ وضع مجموعة من الروترات في داخل EIGRB domain وتصنيف لإلى آآ بي بروسس آآ يعني بروسس آآ أو EIGRB بروسس اللي بيكون طبعاً هو Same As Number فإذا اختلف عندي أنا الـ Attenum System فبهذه الحالة يا شباب ما بقدر إني أتعامل مع الـ EIGRB البقية الموجودة معي بنفس الـ Attenum System لأن أنت كده بتكون طلعت على Attenum System أخرى راح نتعرف عليها الآن وندخل عليها وحدة وحدة لما أنا أجد أدخل يا شباب على الـ Type والLength Value اللي هي هذا الخياء اللي هو طبعاً هذا الـ Column عفواً الـ Field راح تشوفوا طبعاً كمية كبيرة من المعلومات اللي أنتو شايفينها أمامنا فأنا لما أجي أتكلم يا شباب على هذه المعلومات بتكون عندي على أنه يكون عدة طبعاً أو الحاجة عدة خيارات بتكون موجودة عندي وعدة عمليات بتكون موجودة في الـ HRB لأن الـ HRB شباباً كنت لكم هو بيستخدم خوارزميتين خوارزمية أسرع مصار وخوارزمية أقصر مصار تمام فبهذا الحالة إحنا من الطبيعي جداً أن نكون طبعاً نشوف أمامنا الـ Values اللي هي الـ K1 والـ K2 والـ K3 والـ K4 والـ K5 بالإضافة لذلك الـ Hold Time والـ Reverse طبعاً هذول اللي بتكون موجودان معايا في داخل مين الـ EIGRP براميترز TLV طيب أنا شو همه الـ K1 والـ K2 والـ K3 والـ K4 والـ K5 هذول يا شباب هم عبارة عن مفاتيح طبعاً بيتم العمل فيها أو بيتم طبعاً الاعتماد عليهم في تحديد الأفضل مصار وتحديد يعني أسرع مصار ويعني العمليات اللي بيقوم فيها أيضاً الـ EIGRP اللي أنا راح برجيكم طبعاً عليهم هذولا راح نشرح بالتفصيل إن شاء الله بيسموها الميتريك بتاعي يعني خلنا نفرجيكم عليها هذه هي اللي هي EIGRP متريك كالكوليشن هذه يا شباب بيكون طبعاً عبارة عن قيم موجودة في برتوكول الـ EIGRP حتى يكون بعملية فحص ويعني اختيار المصارات المفضلة بالنسبة لها طبعاً راح بهمكم يا شباب واحدة واحدة إن شاء الله بس يجي طبعاً يعني الوقت عليهم بس بدي منكم تكونوا عارفين أن في عندي أنا هنا يعني أنواع لأن تكونوا عارفينها أن عندي EIGRP براميترز أنا اللي واقف عليها EIGRP براميترز وعندي IP internal routers عفواً routers وفي عندي IP external routers هلأ الثلاثة هذولة الـ internal routers اللي هي طبعاً الـ IP internal routes اللي هي بتكون طبعاً المصارات الداخلية اللي بتكون طبعاً بنفس بنفس الـ autonomous system أو الـ IP external routes هي بتكون طبعاً يا شباب في autonomous system أخرى تمام؟ يعني في autonomous system تختلف عن autonomous system الأولى اللي إحنا فيها رح أفرجيكم طبعاً كيف بتتم عملية الاختيار فيها بالنسبة يا شباب أيضاً الـ EIGRP براميترز هي بتكون عندي طبعاً خليني بس أوافق على اللي دخل الجديد معنا في عندي هنا يا شباب بيكون في عندي طبعاً علشان تنتشأ علاقة الجيرة بتم بناءها باستخدام طبعاً هذه القيم وتحديد طبعاً المسارات المستخدمة والمعلومات الما بين طبعاً الروترات اللي بتعمل بالـ EIGRP لازم طبعاً نتم من خلال هذا EIGRP براميترز فهذه يا شباب أنتوا أيضاً النوع بتاعها طبعاً راح تشوفوا هذه الأنواع في الـ في الـ ويرشارك لما احنا نيجي طبعاً يعني نفعل الـ ويرشارك ونشوف الـ كيف تطلع معايا والسند والرسيب كل هذا احنا راح إن شاء الله نتفصل في بالكامل بالـ أيضاً لشباب زي ما أنتوا شايفين عندي أنا هذه كلياتها المعلومات اللي أنتوا شايفينها بالـ EIGRP براميترز هذه كلها يا شباب راح إحنا نركز عليها من ناحية البندوث من ناحية الدليا من ناحية من ناحية من ناحية من ناحية من ناحية هذه إلها شرح إن شاء الله مستقل راح نتكلم فيه بالتفصيل لما نوصل الـ EIGRP metric calculation طبعاً ونفهمها بالتفصيل بس بايدفولت بايدفولت ونتوا خليها معكم يا جماعة هذه المعلومة لحد بس بكرة اللي مفعل عندي من هذه القيم اللي أنتوا شايفينها أمامنا القيم الخمسة اللي أنتوا شايفينهم اللي مفعل عندي بايدفولت مع الـ إي إي جار بي لما إحنا نيجي نفعلها اللي مفعل عندي كي وان اللي هو البندوث والـ كي وثري اللي هو الدلي تمام هذول بايدفولت بيكونوا واحد أما إذا كانوا يا شباب سفر باهم بيكونوا أيش غير مفعلين فهذه المعلومة أنتوا بس احتفظوا فيها لحد ما نوصل للموضوع بتاع الآجار بي مترك في عندي أيضاً اللي شباب الـ الـ اللي شباب اللي أنتوا طبعاً عارفينها اللي هو عملية التايمر expires بفور النظر إي أجار بي يعني هذا يا شباب هي عملية الإنهاء لما تحصل عندي أنا عملية إرسال والروتر معين أو المصار معين وتم فقدها طبعا أنا بنتظر يا شباب التوقيت اللي احنا شرحناه مسبقا اللي هي الهولد تايم تمام بعد ذلك بعد ذلك احنا لما نيجي نتكلم على الهولد تايم طبعا احنا كنا الهولد تايم يا جماعة احنا نقدر طبعا انا نقدر نغير التوقيت بتاعته بس اللي بهمني انك تكونوا عارفين انه هو ايضا موجود في داخل الـ EIGRP فهذولا هنا العمليات اللي انتوا شايفين يا جماعة امامنا هم القيم اللي بيتم الاعتماد عليهم في داخل الـ EIGRP زي ما انتوا شايفين ايضا في عندنا EIGRP وفي عندي الـ IP Internal و-IP External هنا يا جماعة لما يكون في عندي انا External Route يعني التوجيه الخارجي وبالاضافة الى ذلك انا بتكون عندي طبعا في نفس الـ Atonymous System اللي احنا اتكلمنا عنها يا شباب المهم جدا انك تكونوا عارفينها كويس هذه المعلومات لانا لما ادخلكم انتوا يا شباب على الـ WhereShark وتصلوا تطلعوا لازم تكون فاهم الفورمات Use to Structure بتاعتها يعني انا بديك تكون انت فاهم كيف العملية بتكون كيف بتتم ليش بيصير كذا عندنا احنا اصلا لانا في عندي انا IP Internal و External Route فهذول الاثنين مهمين جدا انكم تكونوا انتوا عارفين لما تشوف انت IP Internal لهذا بيعني ان الانترنل EIGRP وهو اللي بيكون عندي يتعامل مع السيم EIGRP Autonomous System تمام اما اذا صار External EIGRP Routes لا هنا الوضع بيختلف معاك فانت بتحتاج لعملية Redistributed Acroses حتى يكون بعملية الـ EIGRP Autonomous System يعني انت بتكون في عندك العملية هنا بتكون في عندك اكثر من Autonomous System مودودات معايا بنفس بنفس طبعا ممكن يكونوا بنفس الشبكة على فاكرة تكونوا عارفين ممكن تكونوا بنفس الشبكة بس احنا شوية شباب فاصلي طبعا اللي بينهم بأتنهم السيستم مختلف فطبعا هنا انا بحتاج الـ IB External هذا العملية بتاعتها ورضو طيب نشوف يا شباب عندي برضو الـ Fields اللي بتكون نلاحظوا عندي ان هنا هذه الـ IB Internal Routes وهذه المعلومات كلها اللي احنا رح نشوها الله نتعرف عليها بينت الـ وفي عنده وفي عنده الانترنال آي بي عفوا الانترنال زي ما انتم شايفينها هنا عندي مين الانترنال راوز بتكون طبعا بنطاق أوسع ومعلومات أكثر من ناحية مين من ناحية الانترنال ليش لأن انا عندي هنا يا شباب انه ببعت لاتنمو السيستيم أخرى تمام يعني انا لو قدمت بس عملت زوم لاحظوا يا شباب عندي هنا مين يميز لك الاتنمو السيستيم بينما هنا انا مش ميزة لأنني اعتمد على نفس الاتنمو السيستيم أما هنا لا هنا انت مفاعل عندك اتنمو السيستيم ثاني فأنا بحاجة إلى عملية الانترنال طبعا بروتوكول آي دي وفلاكس وبعديها بصير اتعلم الديلي والبندوث الامتيو وباقي الأشياء بس هنا أنا بهمني الانترنال بروتوكول متريك بهمني طبعا الاتنمو السيستيم الأخرى فلهذا السبب بيطلع معايا الموضوع هنا أوسع من الابي انترنال هذا مهم جدا يا شباب تكونوا انتوا طبعا على دراية فيهين حتى نفهمهم احنا مع الايام اللي جاية طبعا النيكست هوب انتوا طبعا اكيد عارفين اللي هو القفزة التالية اللي بتكون معانا موجودة في الروتر في الروتر المجاول الديلي اللي هي يا شباب عملية يعني موضوع التأخير والتوتل هذه عمليات التأخير طبعا احنا متكلم فيها بيكون لها طبعا شرح مفصل ان شاء الله لما نوصل للفاليوز هذي اللي بتكون عمليات الحسابية تابعة المتريك وعملية اختيار المسار المفضل البندوث ايضا بيعتمد برضو عليها في داخل مين في داخل الابي انترنال براميترز ابي انترنال روتز عفوا واخر حاجة اللي هي الانترفيس ام تيو براميتر هذولا كلهم قيم موجودة في داخل يا شباب مين في داخل الابي انترنال روتز اثماء عملية ارسال الراوت باكيت فورمات يعني تكوينة المعلومة بتاعت الاهي جار بي لما بتطلع لازم تكون عندي مكونة بهذا المعلومات لان بدونها لا نستطيع شباب ارسال اي معلومات الاهي جار بي المجاور معنا برضو عندي الهوب كاونت والليبليتي واللود والبريفكس هذولا كل الانتين طبعا انا انا امفصل لكم ايان هنا الهم شرح مفصل باذن الله تعالى لما نوصل اه عليهم لاحظوا برضو معايا انا يا شباب امفصل لكم الاكسترنال بالكامل اللي هي الاهي جار بي اكسترنال الراوت باكيت فورمات معطيكم تفاصيلها الكاملة باستخدام طبعا الاهي جار بي اي بي اكسترنال روت بإمكاني اني انا استخدم طبعا طبعا الاتينوم السيستم الاخرى ولكن انا لازم هنا يا شباب افعل الريدستريبيوتيد على الراوتر اللي راح يكون هو اللي يربط لي ما بين الاتينوم السيستم المختلفات عن بعضهم البعض طبعا هنا الموضوع بيكبر اكثر فاحنا راح ان شاء الله انفصلة اكثر لما نوصل للمرحلة هذه المتقدمة الاهي جار بي يا شباب زل ما كنت لكم بروتوكول ليس بروتوكول سهل ابدا هو بروتوكول ضخم جدا 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 مش بسيط ابدا حتى في عملية فهمة احتاج منك الموضوع اكثر من مرة حتى انت طبعا تقدر تستوعب بروتوكول طيب طالما وصلنا لهذا يا شباب خليني انا بالمرة اختملكم هذه عشان طبعا نخلي احنا برضو معنا مجال للمتريك اه كالكوليشن راح اوكفلكم لحديد هنا تمام وارفكم ان شاء الله بكرة على البيزيبل ديستنس والربورتد ديستنس هدولة بس انا خليني اخلصلكم هدولة طبعا انا بلخصلكم اياه هنا يا شباب الخمسة بس انا راح افهمكم ايه جار بي ميتريك اه كالكوليشن الاجار بي ميتريك كالكوليشن يا شباب هذي احنا القيم اللي احنا شفناها من شوية في اللي شفناها يا شباب مع بعض من شوية في موضوع ال 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 ان اه ايه جار بي ميتريك يا شباب calculation هو عبارة عن نظام يتم العمل فيه في داخل l-e-i-g-r-b ويحتوي على خمس مفاتيح ويكون مفتاح قيمة إذن كل مفتاح قيمة يا شباب لما أنا أجل أتكلم على إنك مفتاح إلى قيمة نعم لأن أنا لما بدي أجي يا شباب أختار المساري المفضل علشان أوصل للدستينيشن بتاعي أنا عشان أوصل للدتريم وأوصل للبست باث أو الروت يعني المسار اللي أنا بدي أوصل إلى من خلال هذا الدستينيشن لازم يكون فيه عندي أنا عدة قواعد أمشي عليها فهي عبارة عندي الكمبوسيتي بتاعة المترك وفيه عندي أيضا الافيوليت وأنا راح أمشي عليها واحدة واحدة ونفهمها فذا i-e-g-r-b metric is calculated based فلما أنا أجي أختار عندي في عندي البندوث والديلي والريليابيليتي واللود والمديو طيب المفاعلات عندي يا شباب هما الكي 1 والكي 3 أما 2 و 4 و 5 هذولا يعني مش مفاعلين حالياً أنت بتقدر تفاعلهم وإن شاء الله في c-n-b راح نتعرف كيف إحنا نفاعلهم بس أنت على مستوى c-n-e أنت معك فقط الكي 1 والكي 3 هنالا مفاعلات بايدفولت تمام خلينا نشرح واحدة واحدة منهم عشان تكونوا طبعاً عارفينهم البندوث البندوث اللي هي الكي 1 طبعاً وهي سرعة المصار التي يا شباب يربط الراوتر أو التي تربط الراوتر في الشبكة المرسل إليها وإذا كان المصار الواحد يحتوي على أكثر من سرعة سيتم اختيار المصار الذي لديه سرعة الأقل في المصار يعني أنا لما باجي يا شباب عندي أنا يكون فيه راوتر هنا خليني بسمع لش أجي بالتابلت يعني يا شباب تخيلوا معاي أني يكون أنا عند راوتر هنا وراوتر هنا وراوتر هنا وراوتر هنا تمام يا شباب هاي راوتر واحد وراوتر اثنين وراوتر ثلاث وراوتر أربعة أنا نوصلين مع بعض تمام عندي أنا السرعة هنا أربعة ميجا وعندي هنا السرعة اثنين وعندي هنا السرعة ثلاث وعندي هنا السرعة أيضا ثلاث طيب أنا ك-AGRB أنا أفعل طبعا ال-AGRB هنا على الشبكة تمام وإدفولت إحنا كنا إن البندوث والدلي هما اللي انفعلين أما البقية لا مش انفعلين طيب إحنا كنا البندوث هي سرعة المصار اللي بيربط بين الروترات تمام اللي موجودين عندي وانفعل عليهم ال-AGRB طيب أنا لما أنجي يا شباب بدي أتكلم على هذه المرحلة R1 متوصل مع R2 بسرعة أربعة وR2 متوصل مع R3 بسرعة اثنين بس R1 متوصل مع R4 بسرعة ثلاث وR4 متوصل مع R3 بسرعة ثلاث إذن أنا ك-Bandwith مين رح أختار يا شباب بالسرعة اللي فوق ولا بالسرعة اللي تحت مين يا شباب يعني عندها المعلومة هذه ليش التحت يا أليكس ليش مش اللي فوق طيب أنا طيب ما هو لما عندي سرعة أحسنت يا وليد بالضبط يا وليد بس أنا برضو هنا يا شباب في نقطة أنتو مش فاهمينها طيب ما أنا عندي هنا السرعة أربعة ليش مختار هذا المصار وعبر ده هنا طيب ما أنا عندي اثنين ليش هنا ثلاث وهنا ثلاث طيب ما هو مش من الممكن يا شباب السرعة متساوية بالضبط يا أحمد بالسرعة متساوية أنا عندي هنا يا جماعة التساوي في السرعات بينما هنا لو قام الـ HRB بإرسال البكت من هنا من هنا رح تطلع سريعة بس من هنا رح تقود تنزل تنخفض بلا مين للسرعة الموجودة هنا فهذا يعني مصار غير متساوي صح ولا لأ فكبندوث لا هو رح يختار هذا المصار ليش لأن المصار هنا متساوي في عندي ثلاث وعندي هنا ثلاث فالمصار متساوي فهو قام بعملية الحسبة بالناحية البندوث صح ولا لأ يا أليكس أنا كنتي أليكس مستنى كترد علي بهذه البندوث هنا نفس البندوث هنا صح ولا لأ البندوث هنا نفس البندوث هنا بس البندوث اللي هنا لا لا أنا في البندوث حاليا انسوكم من الدلي يا جماعة أنا في البندوث انسوكم من الدلي اللي فوق في دلي صح تماما بس اللي تحت متساوي وما في أي عملية تأخير فلهذا السبب هو التجنب الدلي ونزل على تحت لأن التحت في تساوي هنا في تأخير يعني هو لما يقوم بعملية إرسال للبكت من هنا لهنا سريعة بس لما تترتسل من روتر اثنين لراوتر ثلاث رح يتصير يا جماعة بطيئة ليش لأنه ينزل لنخفض السرعة السرعة رح تنخفض هنا فهو طبيعي جدا أنه لما حسب نفسها البندوث هنا ممتساوي وما في عنده أي عملية تأخير فالسرعة اللي بتطلع من روتر واحد لراوتر أربعة نفس السرعة اللي بتطلع من روتر أربعة لراوتر من ثلاث أحمد أنا ما انتبهت الشيء أحمد وإن كتبت أسامة أنا ما انتبهت صراحة أسامة وإن كتبتها أنت نعيدها مرة ثانية اختناق موضوع الاختناق يا أحمد شوية بعيد عن الموضوع خلينا نعيدها مرة ثانية ثوانية يا شباب أنا عندي روتر وعندي روتر وعندي كمان روتر وعندي هنا كمان روتر تمام وتوصل ما بين هنا أنا هنا وهنا أنا عندي جهاز وهنا أنا عندي جهاز تمام هذا السورس وهذا الديستينيشن تمام يا شباب أنا عندي هنا السرعة كم؟ أربعة وعندي هنا السرعة كم؟ اثنين وعندي هنا السرعة كم؟ ثلاث وعندي هنا السرعة كم يا شباب؟ ثلاث تمام؟ وانفعل أنا الإيراجة أربي وإيدي فولت يا شباب أبني الرأي يختار من المصار هذا لأن قيمة الدليل وقيمة البندوث هم الانفعلات صح؟ فأنا لما بدي آجي أرسل أنا بدي آجي أرسل بكت لا تطلع معي من هنا بدا تروح معي يا مين لا الديستيناشن هنا أنه مصار أختار من هذه المصارات بناء على أن الإيراجة أربي مفاعل عند البندوث ومفاعل عند الدليل البندوث إينا كنا يا شباب هي عبارة عن سرعة المصار التي تربط بين الراوترات في الشبكة المرسلة إليها وإلى كان المصار الواحد يحتوي على أكثر من سرعة سيتم اختيار المصار اللي لديه السرعة الأقل في المصار صح؟ طيب ليش رح يختار للتحت رح يختار للتحت جماعة بناء على مين لا يوجد عدم تأخير ولا يوجد أيضاً عدم تساوي فأنا عندي يا شباب لو طلعت عندي من هنا لهنا من الراوتر هذا إلى الراوتر هذا السرعة عالية بس السرعة هنا رح تنخفض صح ولا لا إذن أنا ما بقيس عندي أربعة في ثلاثة لا أنا بقيس عندي اثنين في ثلاثة في تساوي لا ما في تساوي صح ولا لا فأنا طبيعي جداً أني أرجع لمن لازم أرجع للمصار اللي في الأسفل لأنه فيه استقرارية أكثر من ناحية البندوث ومن ناحية أيضاً ما في عندي أي عملية تأخير لأنني عندي هنا ثلاثة ثلاثة في عندي تساوي فطبيعي جداً أني أنا رحيت من هنا يا شباب لأنه هنا ما في تساوي وضحتي شباب هو بيبعت فكت من المصار اللي فوق تمام يا أحمد بس أسامة أفود بس أسامة أنا هنا في نقطة يا أسامة أنت في نقطة هنا ما وضحت أسامة ما حكيت عنها طيب أنا لو هذا المصار مشغول لو هذا المصار عليه ضغط مش رح يستغلل هذا المصار آه يا شباب رح يستغل المصار اللي فوق وليه المصار التحت اللوت بلمسنج رح نحكي فيه بعدين إن شاء الله حكراً لكم انتوا يا جماعة ما اطلق بطحالكم بين الاسبف والاجربي حاليا انا بكلكم لان الاجربي بروتوكول هاجين يعني بيستخدم الديستنس فيكتور وبيستخدم مين ايضا اللينكستيت صح فانا لما باجي بلاكي هذا المصار مشغول ومضغوط فانا طبيعي جدا اسدكي المصار الاخر صح بولي لا يا جماعة بتزبط معي ولا بتزبطش يا أليكس وليد واسامة بتزبط ولا بتزبطش معي تماما فلما انا اطلع من هنا يا شباب بطلع بنفس القضية بالنسبة البندوث هي المستخدم معاي والديلي هي المستخدم معاي اللود غير مفاعلة والريليباليتي غير مفاعلة والأمتيو غير مفاعلة طيب اللود تعالوا نشرح اللود يا شباب بالمرة عشان نخلصها البندوث اخذناها اللود اللود يا شباب وهي عبارة عن مقدار الازدحام طبعا في المصار لما يكون انا عندي طبعا ازدحام في المصار ويتم طبعا تقدير الازدحام بقيمة تبدأ من واحد تصل الى ميتين وخمسة وخمسين او ممكن كلها من سفر الى ميتين وستة وخمسين زي ما احنا شايفينها هنا تمام هذه القيم بتاعة مين بتاعة اللود المعنى من اللود يا شباب كل ما كان عندي المصار مزدحم اكثر في الترافيك كل ما كانت القيمة اعلى فكل ما كانت القيمة اعلى بيكون هذا المصار يا شباب ايش مين يا أليكس كنت بتكون عندي اذا كان المصار عندي هذا مضغوط اللود لا انا لما برسل منا يا سلام عليك يا وليد بيكون غير مفضل اذا كان واصل عندي مرتفع لمتين يعني واصل مثلا لمتين خمسة وخمسين هذا شو بيدي فيه انا صح ولا لا يا شباب انا لما يكون فيه عندي انا منضغوط جدا هذا المصار المصار في اللود يا شماعة المصار اللي بيكون القيمة الاقل هو المصار المفضل لعملية الارسال يعني انا اذا كان عندي هذا المصار انا عندي اللود إذا أنا أفعل اللود تمام بدل البندوث مثلا أفعل أنا اللود وكان عندي القيمة في اللود مثلا اثنين لا والله هذا مفضلة جدا فيش فيها اي مشكلة بس إذا كانت 255 لا أنا أنا ما بفضلها لأنها مضغوط جدا من قيمة يا محمد أنت مثلا بترسل في معلومات مثلا بكميات كبيرة عندك أنت عفوا في بيانات أنت بترسل في بيانات كمية كبيرة طبيعي جدا أن يصير في عندك لود صحولة لا فلما بدك تيجي أنت ترسل بيانات الاجربي بيكون بعملية فحص المسارات هل هي مشغولة أو مش مشغولة فهو بيكون بعملية فحص المسارات مرة ثانية بتأكد من خلوها هل هذا المسار مضغوط هل هذا المسار في لود فهو بيكون بعملية تحويلك إلى مسار ثاني فإذا أنت كان مضغوط فبكرسل هو اللود وضحتي شباب الفكرة بتاعة اللود طيب أخذنا البندوث وأخذنا اللود الآن عندنا الدلي الدلي يا شباب وهو عبارة عن المدى الزماني التي طبعا تستهلكها البيانات في عملية إرسالها من المرسل إلى المستقبل ويتم حسبها بالثواني أو بالملي السكند والمسار الذي لديه طبعا مدى أقل في التأخير سيكون هو المسار المفضل في عملية الإرسال تمام يا شباب يعني أنا لما يكون فيه عندي زي ما رسمت لكم إياها من هنا حطينا أنا معلش عشان خلص البطارية تعتلى لقلم فمش عارف أرسمي لكم في الماوس لما أنا يكون عندي بهذا الشكل يا شباب المسار اللي هنا غير مفضل طبعا ليش؟ لأنه عندي هنا فيه تأخير بس المسار اللي هنا طبعا مفضل لأن البندلث عندي متساوي فإذا هذا المسار يا شباب عندي مشغول جدا تمام؟ وهنا في عندي المسار بتاعت الدلي أنا يعني مكتشف أن الدلي عندي هنا فيه تأخير فعندي هنا أنا المسار مشغول لا ما فيه أي مشكلة خلص برسلها من هنا بس أنا إذا عندي هذا المسار فارغ وهذا المسار فارغ من عملية الإرسال فأنا لا بأستغل لك المسار هذا ليش؟ لأن المسار هنا عندي أنا فيه تأخير في عملية الوصول أو عملية إرسال البيانات تمام يا شباب بالفكرة أتوقع أكثر من كده ما ظل لكم توضيح وضغطي لكم يا شباب ممتاز أنا رح برجيكم إياها على الوير شارك وحدة وحدة إن شاء الله رح برجيكم إياها على الوير شارك وهي عبارة عن الموطوقية اللي بتقوم بعملية قياس موطوقية المصار في حالة انقطاع المصار يتم طبعا تعيين قيمة لموثوقية المصار تبدأ هذه القيمة من 1 إلى 255 تمام تبدأ هذه القيمة من 1 إلى 255 هذه المصار المفضل من ناحية مين من ناحية إذا وصل القيمة الأعلى لموضوع الريليبليتي كان المصار واصل 255 لا معنات هذا المصار المفضل الريليبليتي هي عكس اللود الريليبليتي عكس اللود الريليبليتي يا شباب من الريليبليتي إذا كان المصار 255 معنات هذا ما فيه انقطاعات إذا كان 255 ما فيه أي انقطاعات إذا قلت عن 255 ببلش يحسب عندك إن فيه عندك توقف وانقطاعات في هذا المصار يعني تخيلوا إن المصار واصل القيمة بتاعته في الريليبليتي 1 هذا انتم مقتنعين فيه يا شباب لما يكون المصار بتاعها في الريليبليتي 1 متخيلين هل هذا موثوق مش موثوق طب لو كانت مثل 55 بيحسب قيمة الموثوقية يا جماعة على إن طب اتخيلوا معي أني أنا رأيت على الراوتر طفيت الانترفيس مرتين وثلاثة واربعة وخمسة أكم مرة يا جماعة انطفت عندي أنت ظلتك تطفي وتشغل في الانترفيس أو انقطاع المصار مرتين وثلاثة واربعة هذه كلية تنحسب إنه فيش عندك استقرار إمتى فيش عندك يعني فيش عندك الريليبليتي في في اللينك هذه فيمتين فكرة يا جماعة كيف في قيم معقدة جدا يا شباب في الـ HRB بصراحة في قيم معقدة جدا جدا أليكس موجود معانا أليكس أليكس وليد أليكس وليد الريليبليتي يا جماعة كيف كيف انتو بتحسبوها يا أليكس وليد على أي أساس يا أليكس انت بتحدد الريليبليتي أيوة بس لو صافي عندك القطاعات في المصار يا أليكس تخيلوا طب أنا رحيت شلت الكابل من الروتر مش هذا يعد انقطاع يعني انتو كتفكيرا أنا شلت الكابل من الروتر مش هذا يعتبر انقطاع يا شباب بالضبط في سيسين بي رح نتعلم على رح نتعلم كيف هذه يا شباب ناخذها بالدقة أدق بشكل معمق أكثر ونشوف أيضا كيف بتتم معي الريليبليتي والديلي واللود والبندوث أكثر يعني تعمقا أكثر بكثير من هذا تمام يا شباب رح أبرجيكم إن شاء الله لما نفعلها في السيسين بي رح نفعل الريليبليتي ونقيس رح نفعل اللود ونقيس ونشوفها كلها يأتها هذا في السيسين بي إن شاء الله رح نسوف الامتيو ونقيس طبعا يا محمد في السيسين بي رح نتعرف على هذول لأن هذول غير مفاعلات المفاعلات فقط باللون الأزرق الآن في السيسين بي لا إحنا رح نتعرف كيف إحنا نفعل اللود ونعطل البندوث مثلا وتعال نطبك ونشوف شو رح يصير أنا بهمني إنه نطرع إحنا شو فيه كاعد يصير في وراء الكواليس وضحت يا شباب الفكرة بإذن الله آخر حاجة عندي يا شباب اللي هي الامتيو واللي هي الماكسيموم مين يا جماعة بكل علها ماكسيموم شو الماكسيموم شو الماكسيموم يا جماعة الماكسيموم ترانزميشن يونيت أنا فاهم بس لا إيش هي يا جماعة الماكسيموم لا إيش أيوة تقطيع البكت إلى أجزاء صغيرة تقطيع البكت إلى أجزاء صغيرة تمام الامتيو يعني أنا عمليه تقطيع البكت إلى أجزاء صغيرة إذن هنا يا شباب أنا لو بدي أعتمد على أيضا الامتيو اللي برضو شرح مفصل إن شاء الله في السي سي ام بي وهنا نعتمد عليها بإذن الله وفرجيكم كيف تفصيلها والله يا أحمد أنت متسرع جدا والله إذا فصلنا كل هذه في السي سي ام بي لها تفصيل عميق جدا هي بس في السي سي ام بي مستوى هنا لازم تفهموها بهذا الشكل يا شباب تمام يا جماعة طيب خلينا نشوف اللي بعدها هذه يا شباب الامتيو طبعا بايدفولت الكي وان والكي ثري هم المفاعلين بتكون ست تو وان إذا كانت زيرو عفوا ست تو وان كي تو كي فور وكي فايف بتكون زيرو زيرو يعني اوف إنها مطفية يعني مش شغالة أما إذا انت شفتها وان بهذا الشكل كي وان كي زيرو كي وان كي زيرو كي زيرو معناته هذولا هم يا جماعة اللي مفاعلين عندي أنا الكي وان مفاعلة بايدفولت والكي ثري مفاعلة بايدفولت الكي تو مطفية والكي فور والكي فايف موقفين واضحة يا شباب الفكرة طبعا رح ن يعني رح نشاء الله نتعمق أكثر في الموضوع نفهم أكثر هنا التفاصيل كل لاتها بتاعت الاجر بيميتك أنا لخصت لكم إياهم طبعا أنا معطيكم تفاصيل عليها تقدروا طبعا تطلعوا عليها وتشوفوها إن شاء الله أنا رح أفرجيكم إن شاء الله عليها لما ندخل بالعملي أفرجيكم عليها وحدة وحدة ونشوف طبعا كيف عندي مكونة ونشوف طبعا أيضا كيف يعني بكم عمليات يعني عمليات الاختيار لأنه بصراحة أنتو خدتوها بالنظرية ولكن إن شاء الله تعالى رح نشوفها بالعملي ونشوف كيف إحنا طبعا نطلعها ونفعلها هذه بالنسبة يا شباب لكل حاجة عنا لا الاجر بي لليوم بس أنا هذا المثال رح أخليكم إنتوا الآن تحللوا لي وتقولوا لي ليش اختار هذا المصار ما أختار هذا المصار الإجزامبل هذا يا شباب في عندي هنا سرعة بألف خمسمية وأبعة وأربعين وعندي هنا سرعة وعندي هنا سرعة هذولا ليش اختار هذا المصار ما اختار هذا المصار ترجمة نانسي قنقر اختار اللي تحت جماعة طرمه وهنا السرعة أعلى وهنا السرعة منفضة إذن هنا اعتمد على مين يا سلام عليك يا أنس يا أليكس نفس السبب الأولاني اللي هو السرعة متغيرة للأقل وعيار مستقر فبالتالي هي تأخير اللي تحت هو المستقر لأننا نحن يا شباب مستخدمين البندوث هذا الاب راح أطبقلكم يا عملي برضو وغيركم بسرعة المصارات علشان طبعا تشوفوا فعليا كيف بتم هذه العملية بالتفصيل الممل إن شاء الله تعالى أنا بس حبيت أني أختم معاكم لليوم لهنا يا شباب لأننا صراحة والله برضو أنا مرهق فريديش أتعب معاكم أكثر من كذا غدا إن شاء الله راح ندخل على على الدول على الخوارزمية بتاعت الدول إن شاء الله ونتعرف على ونشوف طبعا عندي أنا لأنه عندي وعندي في عندي مرهق المصارين أنا مصار احتياطي ومصار رئيسي راح نشوف طبعا كيف بيتم اختيارهم ونتعرف برضو على مواضيع اللي يجعر بيه بالكاملة إن شاء الله تعالى وبالتفصيل بتاعه هذا كل حاجة يا شباب اللي يجعر بيه انتوا شايفين يجعر بيه ضخم جدا مش بسيط أبدا إن شاء الله فهنا راح إن شاء الله نحاول نقدش من يقدر نختم منه عشان ندخل على الOSBF ونفهم الOSBF بالطريقة الكاملة بإذن الله تعالى الOSBF يا جماعة برضو يعني حاجة ضخمة جدا مش بسيط أبدا للOSBF زي ما أنتوا شايفين أنا راح أحاول كدش بقدر يعني أنا أعطيكم أعطيكم إن شاء الله كدش بقدر عشان نختم إن شاء الله إحنا مش ضال علينا في البارت كثير يعني إن شاء الله على بداية الشهر القادم يا شباب راح نحاول بإذن الله تعالى نكون ختمنا البارت والبارت والبارت إن شاء الله يعني ندخل فيه إن شاء الله هذولا صغاري يعني مش كبار كثير يعني إحنا يعني نطيعنا من أول two part بيبقى علينا البارتات البقية مش طوال يعني network access مش طويلة IP services مش طويلة الوان مش طويل هذولا يعني مش طوال أبدا البرتات هو أطول بارتين عنا part one two part three network access switching بعدين طال IP services في أي أشكالية يا شباب ccna 9 part 9 part زي ما انتم شايفينها أمامنا يا شباب تمام يعني هذول أطول part two البقية إخفاف يعني إن شاء الله تعالى على بداية رح نحاول بإذن الله يعني على بداية بداية شهر بداية شهر 12 إن شاء الله عفوا نهاية شهر 12 إن شاء الله إنه نحاول نكون طلعنا إن شاء الله من البارت ستة وسبعة ويعني يعني بداية بداية السنة إن شاء الله يا شباب رح ندخل إن شاء الله في الـ mcsa بإذن الله تعالى نكون يعني قد ختمنا ccna بإذن الله وبندخل في الـ mcsa وبعدها إن شاء الله ندخل في mcsa ندخل أزور وبعدها ندخل في ccmb وبعدها بتكون إن شاء الله الختامة بتاعتنا بإذن الله تعالى الله يعطيكم ألف عافية يا شباب وأتمنى فإن شاء الله لو في أي مراحضات شباب أو أي حاجة أنا صرحت فيها ابعتوني إياها بس عشان نعدلها فورا وبكرة إن شاء الله تعالى يا شباب رح نشتغل في اللابات بإذن الله عشان نطبقها كاملة تبعت الإيجار بي ونخلص منها الله يعطيكم ألف عافية جميعا وسمحونا على أي تقصير يا شباب ونراكم على غدا بإذن الله تعالى الله يعطيكم ألف عافية جميعا ترجمة نانسي قنقر